أجي من النقطة دي لحضرتك وحاخدها طبعاً نادي الأهلي نادي بطولات وبالتالي لازم قيمته تكون على مستوى هذه البطولات بعدد كبير من النجوم طبعاً وحاخد حضرتك لطبعاً القرار للجنة الخماسية بمد القيد المحلي لـ 30 نوبمبر بعد ما كان طبعاً بعد قبل كده قرار أنه هيكون 19 فبرضو يعني بعد جلس كابتن محمود الخطيب وشرح وجهة نظره مش بس للنادي الأهلي لكن على مستوى كمان على مستوى الزمالك بيراميدز بنكلم على المقاولين فشايف حضرتك هذه الخطوة من اللجنة الخماسية إزاي هنشكرهم برضو احنا ما بنقول هناك نواقص هناك ما يستدعي لفت الانتباه مش أقوله النقط بنعمل ده فالحقيقة إنهم ينصعوا لفكر احترافي حقيقي مشكورين يعني ومشكورين أكتر إنه لما كابتن حمود خطيب راح وتكلم معاهم في وجوبية إن الحزبة تبقى صح خلاص تراجعوا فوراً عن اللي كان مقدموا يبدو المدير التنفيذي أو شيء من هذا القبيل بعيد عن الفنيات لأنه أنت لما بتعمل ده مش بس هتهدر يعني ما يسمى بميزانية الأندية مشتروات عقود لاعبين زي بدر بنون وغيره كان هنستنى لشهر فبراير وبالتالي أنت تعطل رأس مال النادي لكن الأهم الدرجات مدونة الممتاز بتنتظر قوائم الكبار علشان تقدر تغذيهم طيب لو أنت بدأت به الدرجتين الثانية والثالثة وده المطلوب بأنهم يعدلوه انتظاراً لقوائم الكبار وأعتقد أنه ده اللي هيحصل علشان يقدر هو كمان يتغذى على فوائد احتياجات الأندية دي وبالتالي قرار يعني حكيم مش هقول شجاع لأنه مش محتاج شجاعة ومحتاج حكمة أنك لما تلاقي حاجة فيها خطأ فوراً تقوم بالتصويب أو بالتصحيب وده حصل لتاني مرة بصراحة يعني في أول مرة كان برضو كان النهائي يوم ستة فكان آخر القيدة أربعة وبالتالي مده القيد مستحيل خاصة وأن قواعد الفيفا بتقول الاتحاد الأهلي يلزم الفيفا فقط بتاريخ يعني لو هو بيقوله تسع ليه ولا تمنتشر ليه وفي نفس الوقت أصلاً المد يجب أن يكون ومن فضل الله عندنا عندها كتير هي بتلعب قرياً أنت أصلاً رايح على القيد أفريقي في 15 فبراير طيب أنت ليه ما تتوافقش أصلاً ديسمبر كله موسم لازال مفتوح قرياً وعالمياً طبعنا ليه بالروح في سكة وكأننا يعني على أطراف الاحتراف مش أقول هو وبالتالي التصويب في محله مشكورين عليه يعني اشتركوا في القناة